أنا مرة أخرى أريد أن أذكر بالمنهج العلمي في التعاطي مع الحوادث التاريخية خصوصا التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الدكتور عبر عبارة أنه لازم نحن نمشي نحن الآن في مقام بحث تاريخي يعني ليش بدي مشي خصوصا على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أن القضية كما ذكرت بغض النظر الآن عن الروايات فيها استغرابات واضطرابات وفيها تضاربات كثيرة جدا حتى هذا السند الآن الموجود طيب أنا بدي غض النظر عن عطية بدي غض النظر شوية عن مثلا عن أبي الزبير بدي غض النظر عن عبد الملك وآخر شي يعني المجموعة قديش بيساوي إذا مجمع هادي مع هادي مع هادي بيصير أقل من ظن أقل من ظن بصير شك أقل من شك قصة ما يحصل حتى عندي 20% من هذه الرواية يعني نحن لست ملزمين حتى نمشي الأمور كما في المنهج الفقي نحن الآن في قضية إذا ما ثبتت خلي تروح يعني ليش أنا بدي ثبتها خصوصا أن القضية كما ذكرت مخالفة للقرآن الكريم مخالفة لسيرة النبي بشكل عام وقضية أيضا كما ذكرت منقول شبيها لها أيضا في التثنية في الديانات السابق أنا ليش أمشيها وأنا بعرف أنه كان في عملية تشويه كبيرة هذا البرنامج أنا بدأت به بكل الروايات التي أثبت بأن فيه مشروع يعني النبي أراد أن ينتحر النبي كمصحور ستة أشهر النبي كذا فيه مشروع واضح كان عند بني أمية كما أنا ذكر استهداف شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه بتعامله مع الأهل الكتاب فيه مشروع عند بني أمية وأنا هذا الذي دائما أؤكد عليه مش مشروع سياسي فقط عنده مشروع لتحريف الدين هذا ثبت عندنا نحن في كثير من الروايات بالتالي أيضا هذا لابد أن أخذه بعين الاعتبار أنا كمحلل تاريخي لابد أخذه بعين الاعتبار ولا يمكن لي أن أعتمد على رواية من أجل أن أثبت قضية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر